السلام عليكم استاذ هاني معك فارق من مصر اولا انا بشترك على المجهود من حضرتك بتقدمه لنا ورديني اجعلكم زيان في سناتك. السؤال الاول بنسبالي انا قدت سمعت اخر سؤال بخصوص المتجرف الدومينات. كنت حابة بعرف الطريقة اللي انت تتبعها في المتجرف المدمناء الدومينات بالتفصيل يعني زي ما حضرتك بتطبقها وياريت يعني لو عرضتها بالفيديو. المواقع اللي انت بتتعامل معها وازاي بتفكر في طريقة الشرع وازاي بتبحس عن كلمات معينة. آآ يا بتي يعني تكون بتتفصيل. آآ تاني حاجة بخصوص الدورة الاخرانية بخصة بالافليات ماركتنج. آآ انا عندي منتج ملموس. كنت تعاوز اعرف هل آآ ينفع تتبقى الدورة دي عن منتج الملموس بتاعي وعمله موقع ويبيع المنتج بحيس انه هيحتاج شحن الخارج مصر وهل يعني بطريقة هتبقى نجحة ندول بس السؤالين بكواي ويارب يعني تجواب لنا عليهم فأطرح بسم الله الرحمن الرحيم معكم هان حسين سؤال رقم 182 في اسك هاني شكرا اليك اخي طارق على سؤالك صوتك شوي كان واطي شوي بس يعني الحمدلله عرفت اسمعه الحمدلله رب العالمين طيب اخونا طارق سألنا سؤالين اوكي بدنا اجاوبه ونسمعه نسمع السؤالين والاجابات كلنا ان شاء الله رب العالمين ونشوف كيف ممكن انفيده طيب بالنسبة لسؤالك الاول سؤال عن متاجرة الدومينات زي ما انت فعلا حكيت السؤال بيحتاج عشان يكون مفيد اكتر طبعا بيحتاج فيديو بيحتاج شرح اشرح بالضبط اللي انا بعمله الان بس الفكرة الواضحة هي انه ما بدياك تعتبره بيزنس لوحده يعني اعتبره فرص تمام انا في عندي كاتيجوري عندي في البيزنس من طرق اللي بشتغل فيها في طريقة اسمها الفرص تمام هاي الطريقة في ضمنها في متاجر الدومينات فانا ما بعتبرها بيزنس لكنها فرصة بتجيب لي فلوس حلوي جدا تمام فبدياك هيك تعتبرها ما تعتبرها هي البيزنس الكامل طيب الان زي ما احكيت لك الموضوع بدي اشريح اكتر وتفصيلي وفيديو علشان يعني يكون مفيد اكتر لكن بشكل عام اللي بعمله هو انه بخصص وقت معين شهريا هذا الوقت بكون عشان ادور على دومينات تمام الان انا بالنسبة لي ما بدي اشتري وابيع يعني انا ما بعمل مضاربة في ناس بيشتغلوا بالدومينات كمضاربة اللي هو بيشتري اي دومين المهم انه يحس انه حينباع اكتر فبيشتري اليوم ببيعه بعد يومين بيربح خمسين دولار بيكون مبسوط تمام انا ما بشتغل هيك لانه احكيت لك هي فرصة مش هو الموديل بيزنس موديل اللي انا بشتغله وبالتالي بما انه فرصة فانا ببحث عن دومينات الها مواصفات خاصة دومين اللي امسكه من هون اخبيه وعدين ابيعه بعد فترة مبلغ عالي يعني يكون في روي محترمة بالنسبة لي او غير هيك لأ طيب هل دايما بيحدث معي هاد انه صح دايما بربح كتير لا طبعا في دومينات مرات بشتريها بربح فيها قليل جدا بس هو كل الدومينات مربحة بالنهاية يعني كل الدومينات اعلى من 10 دولار ببيعها فهي مربحة اكيد طيب ايش اللي بعمله اللي بعمل انه في اكتر من طريقة باستخدمها اول طريقة الدومينات اللي اصحابها بينسوها هاي بتابعها جدا دومين بشوفه بعجبني بشوف امتى بنتهي الان لو بنتهي قريب مباشرة برو احط عندي بالكالندر ببرنامج التو دوليست باي مكان بحيث انه يذكرني انه اليوم الدومين حينتهي روح شوف صاحبه جدده او لا هلا لو صاحبه ما جدده في عندي ملف اكسل بصير لونه احمر ايش يعني احمر انه يعني صاحبه ما جدده ففي امكانية كبيرة انه يتركه فخلي عينك عليه تمام وبرضه بحط بالكالندر انه دير بالك هذا ممكن يروح من صاحبه خده منه بسرعة تمام هاي اول طريقة الطريقة التانية اللي هي البحث العادي ايوا البحث العادي بدخل على godaddy على name.com على اي شركة دومينات مثل namecheap.com اي موقع ببيع دومينات بدخل وبدور عادي بدور بمسك كلمة بمسك كلمة تريتش وببدأ افكر واشوف ايش ممكن احط كلمة قبليها وكلمة بعديها الان انا لما ابحث عن دومينات بصراحة لا ابحث عن دومينات اكتر من كلمتين كلمة يا ريت بس صعب تلاقيها فكلمتين وفقط ليش لانا حكيت لك انه انا بالنسبة الي الموضوع فرصة فبدي استغل فرصة واربح منها كتير مش مضاربة فبدور على الدومينات اللي فيها كلمتين بس الان بمسك كلمة وبشوف الكلمات اللي ممكن تيجي قبلها بعدها وهكذا اوكي فهاي نعم بتجيب نتيجة اخر دومين اشتريته بهاي الطريقة هو دومين اسمه awesome rich ايوه بس فمسكت كلمة rich وبدأت قبلها ادور على كلمات بعدها ادور على كلمات واشوف وممكن يطلع معي وممكن ما يطلع معي بس لو ما طلع معي بدور وبدور وبدور تمام هاي الطريقة الثانية الان طريقة الثالثة هي اني اشوف الدومينات التي بيعت سابقا واشوف اسعارها واخد منها افكار وابدأ اعمل عليها بحث وهذا طبعا بستخدم عدة مواقع هاي المواقع بتبين تم بيعه في تاريخ كذا بسعر كذا الان الدومين بشوفه وببدأ افكر افكر ايش ممكن الاقي دومين شبهه يعني كمثال في دومين اسمه topsearches كأنه topsearches.com مش عارف انباع بألف دولار فبدأت فشفت الفكرة مباشرة صرت ادور top ممكن احط ايش top ممكن احط ايش تمام يعني ببساطة لانه انا شفت دومين انباع برقم كويس فادور على دومين تاني وفعلا وجد دومين حلو جدا واحلى من topsearches كمان وبينفع في سوق يعني مش كلام فارغ لا كلمة بتنفع في سوق فاشتريته بتسع دولار ومستني عشان ابيعه اكتر ومليون بالمية حبيعه اكتر يعني اكيد تمام لان الناس اللي بيشتر الدومينات مش كلهم محتاجين الدومين علشان يستخدموه لا في ناس بيشتروا لانهم عارفين انه بعد سنة حيكون اغلى ايوه عارفين انه بعد سنة حيكون اغلى في دومينات فعلا ما الها معنى لكن في ناس اشتروها مبالغ كبيرة جدا وتشوف نفس الدومين بعديها بسنة ولا سنتين انباع بضعف ذلك المبلغ هذا الشخص بيكون فاهم شو بيعمل يعني متاجر متاجر اصلي يعني تمام فبشوف الدومينات اللي اللي تم بيعها سابقا وباخد منها افكار وبشتري هاي بكل بساطة الموضوع ما في حظ الموضوع ما في انه والله ببحث كثير بشكل عبقري فانا بجيب دومينات لا هو موضوع بحث موضوع بحث كامل بصراحة يعني بحث وبتستخدم شوية مواقع بتعطيني افكار وخلاص وانتهينا فان شاء الله رب عمين زي ما انت حكيت هعمل فيديو فيديو يكون مفصل اكتر مع اسماء المواقع اللي بستخدمها وتشوفوا كيف الطريقة اللي انا بعمل فيها وان شاء الله يربي يفيد الجميع ان شاء الله ان شاء الله قريبا طيب بالنسبة لسؤالك التاني عن دورة الافليات ماركتينج الدورة الجديدة الموقعية اللي اتمنى الكل يشوفها بصراحة لانها فعلا اسلوب جديد بستخدمها حاليا والدورة ما اخفت فيها اشي صراحة يعني الدورة فعلا كما اعملها تمام الان سؤال اخونا انه اوكي انا حبيت اسلوب الدورة لكن انا عندي منتج ملموس وبيدي ابيعه في موقعي وحتى البيع ممكن يكون خارج بلدي مصر وارسله للخارج كشحن وكذا فهل بناسبه هذا الاسلوب ولا لا الان اذا انت سألت هالسؤال معناته انت ما شفت الدورة بالشكل الصحيح او انك شفتها وما فهمت اسلوبها لانه الاسلوب مختلف كليا يعني اسلوب الدورة انه انت سوق متخصص بدك تزدب فيه ناس علشان ما بدنا عدد كبير لانه احنا مش هنحط محتوى اسلوب الدورة لا يوجد فيه محتوى وبالتالي ما فيش ترتيب في جوجل ما فيش اس اي او ما فيش مقالات تحطها دايما ما فيش هالكلام ابدا فبالتالي احنا صعب جدا انه نعتمد على انه بدنا ميت الف زائر بالشهر لا مش هينفع فبدنا عدد قليل الان عشان هذا العدد القليل نستفيد منه لازم نكون متخصصين جدا في السوق فهذا العدد القليل هنجذبه ونشوف فيه ناس فيه والله عشر الف واحد مهتمين احنا ما بدنا ايهم كلهم انا بدي المهتم جدا فمن العشر الف واحد اخدت الفين هدول الفين اطلع منهم اعلى نسبة تحويل بتوصياتي الان فيه ناس كتير شافوا الدورة وحكولي طب اوكي انا ما بدي اعمل افليت ماركتنج انا ما بدي اوصي منتجات غيري ام بدي اوصي منتجاتي تمام ممتاز جدا اعمل هيك انا بدي ابيع منتجاتي تمام ممتاز ورائع بالعكس احسن من الافليت ماركتنج اليوم مرة انا بنصحك تعمل هيك الان وين مشكلة في سوقك انت او في طريقتك انت بتحكي عنها اللي هو منتج مادي يعني تخيل معي انك انت حتجيب ناس وتقنعهم وتجذبهم وتاخد ايميلهم وتبدأ ترسلهم بايميلات علشان في النهاية تربح مثلا 100 جنيه مصري اللي هو البروفيت مارجن تبعك للمنتج فهنا صار الاسلوب لا غلط فاهم علي مش صح يعني الاسلوب مش واو يعني فيه غلط الاسلوب لانه طريقتك مختلفة انت معاك منتج مادي بدك تبيعه فالمنتج المادي عادة ما يكون البروفيت مارجن تبعه قليل لان انت لو انت مش مصنع المنتج انت اكيد جبته من تاجر او من مصنع هذا المصنع انت اكيد دفعت له فلوس علشان تاخد المنتج الان انت بتبيعه الفرق هو الربحة ربحك فاكيد هذا الفرق مش كبير يعني اكيد مش 100 دولار او مش 500 دولار او مش مثلا 70 دولار اكيد اكيد اقل من هيك خصوصا انه منتج يعني بدك تبيعه في الوطن العربي فهذا يجعل الموضوع اصعب تمام فبما انك انت منتجك البروفيت مارجن تبعه قليل فانت بيحاجل عدد مبيعات هائلة وبالتالي اختل النظام المناسب لأسلوبنا انت بتحكي عن نظام اخر انت بدك عدد مبيعات كبير اسلوبنا اللي هو دورة الافليت ماركتينج بيحكي انه احنا بدنا عدد قليل مع اكبر نسبة تحويل هنا الاختلاف ليه طبعا عشان نوفر حالنا اعلانات علشان نوفر حالنا جهد نوفر حالنا عدد زوار كبير فكل هذا الو دخل بالتدريب بالكورس المجاني اللي عامله لكن اسلوبك بيحتاج لعدد مبيعات كبير عشان تربح يعني انت لو بروفيت مارجن تبعك 10 دولار اذا انت بحاجة الى يوميا 10 مبيعات عشان تربح فقط 100 دولار تخيل معاي يعني 10 مبيعات عشان تربح 100 دولار بس في اليوم فقليل صح؟ فعلشان هيك مش حينفع تعمل اسلوب الدورة لازم تعمل اسلوب اخر كليا اسلوب اللي هو اسلوب البيع بدك تبيع بدك تبيع اعلانات وتبني custom audiences وتبني brand وتبدأ تخلي الناس يشتروا بطرق بحيث انه تخفض جدا كلفة ال customer value عليك مثل مثلا تستخدم الايميلات مثل retargeting مثل انك تخلي الشخص يشتري اكتر من مرة في الداخل عندك فيعني هذا الموضوع كله اللي له طبعا استراتيجيات مختلفة يعني بس هو بصراحة مختلف عن دورة الافليات الموجودة فانت لو بدك تطبقها مش هينفع باسلوبك الا لو استطعت بتطبيقها انك تتحصل على مبيعات كتير مع انه مش عارف كدك تعملها تمام هي هاي الفكرة بكل بساطة فكتير ناس برسلولي انه ماشي احنا شفنا دورة الافليات كله تمام بس انا مثلا بدي ابيعي في امازون فنفس المشكلة امازون عمولتها قليلة فتخيل انت بدك تجيب ناس وتزيبهم واعلانات ويقرأوا ويسازلوا في قائمة بردية وتبدأ تلسلهم ايميلات علشان في النهاية تربح 2 دولار من واحد اشترى كتاب من خلالك فاختل النظام صار فيه غلط صار فيه السيستم مش مربح مع انه مربح جدا وبستخدمه انا بس لانك اخترت غلط هنا صارت المشكلة الموجودة تمام فاتمنى تكون الامور وضحة بالنسبة اليك بالنسبة للسؤالين واسف ان اطولت عليك شكرا جدا اخي على سؤالك اشتركوا في القناة